السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مصدر الثلاثي وغير الثلاثي لمستوى السادس ابتدائي كتاب المنار في اللغة العربية فدرس المصدر الثلاثي وغير الثلاثي منزل على القناة مشروح بطريقة بسيطة وبطريقة سهلة وأيضا كيفاش يمكن لكم تستخرجوا الوزن دي الكل المصدر بطريقة سهلة نخلي لكم الرابط إن شاء الله في صندوق الوصف فقط للتذكير فالمصدر يدل على حدث مجرد عن الزمن كيف ذلك نقارن بين فعل قراءة وفعل وقع في الماضي إذن أعرف بأن الزمن هو زمن الماضي وأعرف زمن فعل القراءة عندما أقول قراءة الكتب مفيدة لا أعرف زمن وقوع القراءة لأن هذا الإسم قراءة أو كلمة قراءة لا تدل على زمن وقوع الفعل فهي فقط حدث مجرد عن الزمن المصدر يتضمن حروف فعله نعم لأن قراءة تتضمن الحروف الأصلية لفعل قراءة وهي القافرة والهمزة أيضا نجدها في المصدر هيا القافرة والهمزة المصدر يس้� من الثلاتي من الفعل الثلاتي ومن فعل غير ثلاتي إذا szyغ المصدر من الثلاتي يعني من الفعل الثلاتي سميا بمصدر الفعل الثلاتي أو مصدر الثلاتي ومصادر الأفعال الثلاتية كثيرة ولا تعرف إلا بالسماعي والرجوع إلى كتب اللغة وإذا صيغ من فعل غير ثلاثي يسمى المصدر الفعل غير ثلاثي أو مصدر غير ثلاثي ومصدر الأفعال غير ثلاثي قياسية وتختلف أوزانها باختلاف صياغ أفعالها الآن كيفاش نميز بين مصدر ثلاثي ومصدر غير ثلاثي فأنا ما كان حسبش حروف المصدر لا كان حسب الحروف اللي صغن منها المصدر يعني في الزمن الماضي هذا الفعل في الزمن الماضي نحسبو الحروف الأصلية إذا القناة ثلاثة فهو مصدر فعل ثلاثي أو مصدر الثلاثي وإذا القناة أكثر من ثلاثة فهو مصدر غير ثلاثي أو مصدر الفعل غير ثلاثي الآن كيف يمكننا صياغة المصدر نأتي بالمصدر من الفعل الماضي بنفس طريقة المفعول المطلق وسبق لنا درسنا بأن المطلق المطلق هو مصدر يشتق من نفس حروف فعله مثال كتب يكتب كتابة استخرج يستخرج استخراجا إذن كتابة هي مصدر من فعل كتب واستخراجا هي مصدر من فعل استخراج كتابة مصدر ثلاثي أو مصدر فعل ثلاثي لأن الفعل يكون مثل حروف واستخراجا مصدر فعل غير ثلاثي أو مصدر غير ثلاثي لأن الفعل الماضي مكون من أكثر من ثلاث أحرف واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن فعل سداسي الآن رجعوا الكتابة المدرسية لدينا خانة المصدر وزنه فعله نوع الفعل ثم التبضيح لدينا نجاح وزنه فعال من فعل نجاح ونجاح فعل ثلاثي عمل مصدر لفعل عاملة وعمل على وزن فعل عاملة فعل ثلاثي رحمة من فعل فعلة رحمة فعل ثلاثي لاحظوا الأفعال الثلاثية أتت أوزانها مختلفة هذه المصادر من أفعال ثلاثية مجرد وأوزانها مختلفة ولا تعرفوا إلا بالرجوع إلى كتب اللغة إذن الآن كيف يمكنني أن أستخرج وزن المصدر بكل سهولة نأخذ فعل نجاح على وزن فعلة ففاء الفعل هي النوم وعين الفعل الجيم ولام الفعل إذن نجاح على وزن فعلة ويقال في اللغة العربية الميزان مرآة الموزون الميزان ومرأة الموزون الأصل يقابل الأصل والزائد يقابل الزائد والمحدوف يقابل المحدوف والضمة تقابل الضمة والفتحة تقابل الفتحة والكسرة تقابل الكسرة والسكون يقابل السكون والتضعيف يقابل التضعيف الآن نمر إلى مصدر نجاح لهو نجاح قلنا بأن الأصل يقابل الأصل إذن من يمثل فاء الفعل هو النون إذن الفاء أضع الفاء عين الفعل الجيم ولام الفعل الحاء ثم الزائد الألف أضع الألف الفتحة تقابل الفتحة الفتحة تقابل الفتحة ثم الضمة تقابل الضمة فأقول فعال نفس الأمر في كلمة رحمة 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 على وزن فاعلة الفتحة تقابل الفتحة والكسرة تقابل كسرة والفتحة تقابل الفتحة رحمة على وزني فعلة كيف حصلنا عليها إذا الحروف الأصلية هي الرأو الحاء الميم تقابلها الفاء والعين واللم فأكتب الفاء العين ثم اللاء ثم أضيف الزائد لهو التاء الفتحة تقابل الفتحة فالسكون يقابل السكون الميم عفوا الفتحة تقابل الفتحة ثم أضم فأقول رحمة على وزني فعلة وهكذا فيما بقي من الأفعال نمر الآن إلى مصادر الأفعال غير ثلاثية وقلنا أنها مصادر قياسية مثال حصل على وزني فعلة مصدر حصل تحصيل على وزني تفعيل إذن مثل لفعل على وزني فعلة أيضا كرم تكريم طور تطوير إذن كل فعل على وزني فعلة يأتي مصدره على وزني تفعيل على وزني فعلة مصدره على وزني فعلة أو فعلة مثال عالجة معالجة علاج نافسة منافسة راقبة مراقبة قايدة مقايدة وهكذا أحسن على وزن أفعلة المصدر منه إحسان على وزني إفعال أكرم إكرام أقبل إقبال إذن كل فعل وزنه على وزن أفعلة فمصدره على وزني إفعال تقدم على وزني تفعيلة والمصدر على وزني تقدم تفعيل مثل أخرى تحسن على وزني تفعيل تحسن على وزني تفعيل تطور تطور على وزني تفعيل تقدم قلنا تقدم تعلم تعلم نمر الآن إلى تعادل على وزن تفاعل تعادل تفاعل انطلق على وزن انفعل انطلاق انفعال اعتمد على وزن افتعل اعتماد افتعال احمر على وزن افعال احمرار افعلال استقبل على وزن استفعل استقبال استفعال إذن فقط علينا أن نحفظ هذه الأوزان كي نقيس بها أفعالا أخرى إذن أستخلص القاعدة مصادر الأفعال الثلاثية كما قلت كثيرا لا تعرف إلا بالسماع والرجوع إلى كتب اللغة ومصادر الأفعال غير ثلاثية قياسية وتختلف أوزانها باختلاف صياغ أفعالها نمر الآن إلى أختبر مكتسباتي وأطبق يعني هذه الأفعال أطبق عليها القاعدة المقرؤة لدينا السؤال الأول إيتي بمصادر الأفعال الثلاثية الآتية لدينا أفعال ثلاثية إذا أردنا صياغة المصدر كما أشرت إليه سابقا أننا نأتي بالمفعول المطلق فأقول طبع يطبع طباعة إذن مصدر طبع طباعة خرج يخرج خروجا فمصدر خرج خروج سمح يسمح سماح إذن مصدر سماح سماح مكث يمكت مكوث مكوثا مصدر فعل مكث مكوث حسب حساب مصدره حساب السؤال الثاني إيتي بمصادر الأفعال غير الثلاثية لدينا انتصر على وزن إفتعال مصدره إفتعال أيضا مصدر انتصر سوف يكون على وزن إفتعال فأقول انتصار أقبل على وزن أفعال مصدره إفعال سوف يأتي مصدر أقبل على وزن إفعال فأقول إقبال كرم وزنه فعل مصدره تفعيل أيضا سوف يأخذ مصدر كرم وزن تفعيل فأقول تكريم ساعد على وزن فاعل وقلنا فاعل يأتي مصدر على وزن مفاعلة أو فعال مثال أدرجناه في الجدول عالج معالجة غلاج إذن ساعد مساعدة على وزن مفاعلة إصفر مثل إحمر إحمرار فأقول إصفر على وزن إفعال وإفعال مصدره إفعلال أيضا إصفرار على وزن إفعال إفعلال إصفر إصفرار نمر إلى فعل إستعمال مثل إستقبل على وزن إستفعال إستفعال إستقبال إذن إستعمال على وزن إستفعال مصدره إستعمال على وزن إستفعال الآن نمر إلى السؤال الثالث إيتي بأفعال المصادر التالية قبول ما فعله قبل ترحيب رحب لدينا تفعيل ففعله فعل إذن تفعيل فعل ترحيب رحب استكشاف مثل لدينا استقبل استقبال لدينا استكشاف مثل استقبال فالفعل سوف يأتي على وزن إستفعال فأقول استكشف غبوط هبط التقاء على وزن إفتعال وفعله على وزن إفتعال إذن التقى على وزن إفتعال إذن التقاء التقى دنو دنى إنجاز إفتعال وفعله على وزن أفعل فأقول أنجز وإلى هنا أستودعكم الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر